اهلا بكم مرة اخرى بنحس دائما ان احنا نوافي حضرتكم بكل تفاصيل والمستجدات والتغييرات بالشأن حركة المرور والطرق والطرق المغلقة والتحويلات المرورية في هذه التغطية نستعرض معكم تفاصيل جديدة في هذا الصدد على مداري اليومين القدمين حيث تبدأ الادارة العامة لمروري القاهرة من اليوم الجمعة وعلى مداري يومين كاملين اجراء بعض التحويلات المرورية بمنطقة المؤطن من اجل تسيير حركة المرور ومواجهة اي كثافات مرورية متوقعة بسبب تنفيذ بعض الاعمال بكبري ميدان رسالة ضروري ان احنا نستعرض مع حضرتكم يعني كل او الخريطة الكاملة لتحويلات المرورية والتي تبدأ من اليوم بحسب اعلان وزارة الداخلية في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشفت الادارة العامة لمروري القاهرة عن تنفيذ بعض الاعمال المتعلقة بالغلق الكلي لكبري ميدان رسالة المر اعلى شارع تسعة بالمؤطن ويربط بينه وبين الشارع احناد فؤاد نجم في اتجاه محور حصاب الله الكفراوي من اجل تركيب بعض الفواصل في الكبري بالاضافة الى تركيب اللافتات الارشادية في هذا الاطار اكدت الادارة العامة لمروري القاهرة انه سوف يتم استخدام المأوى الدورانية في شارع تسعة حتى يتم الانتهاء من تنفيذ الاعمال في كبري ميدان رسالة عن ان تبدأ اعمال الغلق من الساعة الواحدة ظهر اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة الثالثة عصر الاقد الموافق سبع من هذا الشهر واشارت الادارة العامة لمروري القاهرة انه سوف يتم تعيين العديد من الخبنات المرورية مع وضع لوحات مرورية ارشادية وتحذيرية في محيط الاعمال بالكامل بتأكيد هذا من اجل ضمان الحفاظ على امن وسلامة المواطنين بالاضافة الى مواجهة اي كفافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور خلال فترة العلقة ايضا توفر الادارة العامة للمرور العديدة من الطرق البديلة لمحاور وميادين القاهرة والجيزة نتيجة اعمال التطوير والاصلاحات ومنها الاعمال الانشائية لمحور 26 يوليو الجديدة غلق مطلع المؤطم وانشاء المونوريل بمدينة نصر وايضا مشروع القطار السريع في اكتوبر وكل هذا وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من هذه الاعمال التفاصيل هي تحويلات مرورية امام حركة السيارات بسبب غلق نفق السيارات بشارع الخمسين بطريق الأطمية لين السخنة وأجرت الإدارة العمل مرور القاهرة تحويلات مرورية أمام حركة السيارات بسبب غلق نفق السيارات بشارع الخمسين بطريق الأطمية لين السخنة لتطوير طريق وسط متابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من هذه العمالة وشملت التحويلات المرورية التي أجرتها إدارة المرور التالي القادم من شارع الخمسين يسلى كميناً الطريق الأطمية لينسخنة ودوران والعوضة من كبري الدائري الأوساطي أما القادم من مناطق الأطمية استكمال السير التجاه كبري محمد فوزي والطريق الدائري وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنصيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدلة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة الموضوع أيضاً غلق جزئي لكبري فيصل اتجاه ميدان الجيزة لمدة ثلاثة أيام لإجراء صيانة للفاصل العرضي وأيضاً تغلق إدارة المرور غداً الجمعة أو عفواً اليوم الجمعة كبري فيصل لمدة ثلاثة أيام بسبب أعمال صيانة للفاصل العرضي للكبري في الاتجاه القادم من شارع المال الفيصل باتجاه كبري الجيزة المعبنية وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيرات وقال مصدر أمني أن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي للكبري بالاتجاه القادم من شارع المال الفيصل باتجاه كبري الجيزة المعدنية لمدة ثلاثة أيام أعتباراً من الساعة الثانية عشر صباح اليوم وحتى الساعة الخمسة صباح يوم الأحد على أن تكون الأعمال على مدار الأربعين وعشرين ساعة دون تعطيل لحركة المرور أيضاً أضاف المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركات المنفذة للأعمال للقيام بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمة المرورية لتسيير حركة المركبات لحين الانتهاء من تلك الإصلاح إلى هنا تنتهي هذه التغطية كنا خارسين أن نحن نوافي حضرتكم بكل المستجدات والتغييرات الخاصة بالتحويلات المرورية والطرق المغلقة شكراً لحضرتكم على المتابعة وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة